السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخر معكم دعونا نأخذ فكرة يعني نفهم كيف إنه Log Files من إيش يحتوي إحنا كمدراء أكيد نحتاج إلى إنه إحنا نعرف نفسر محتويات Log Files لذلك حنأخذ مجموعة Log Files لو نجي هنا مثلاً مثلاً إذا كان ال Log غير واضح لو نجي نأخذ Messages مثلاً إذا حبينا ندخل للمessages نجي نفتح تير من الآخر سو موهامد ممكن نكتب هنا كات var log messages لا تنسون هذا الشي او ماي جاد كل الشي طويل حكتبها في الأسفل لاحظ هذا هو cat var log messages ألاحظ مجموعة أشياء ممكن إنه إحنا نقراها يعني مثلاً في أنت عندك إشياء عادة للـ date مثلاً هذا حدثت في جولاي 29 في الساعة الفلانية حدث هذا الشي activated successfully أوكي لاحظ إنه كل log message حيبدأ بماذا؟ بالتايم ستامب اللي هو التوقيت التاريخ التاريخ هو مهم جداً إذن هذا أول نوت لألك كل message لازم يكون عنده تاريخ ويتم كتابة هذا التاريخ بالنظام العسكري على فكرة لاحظ 15 أوكي في عندك أيضاً الـ host الـ host message هذا يكون عاد لي يكون إلا علاقة بالـ rsyslogd أوكي ممكن أيضاً عمل configuration إليها remotely لاحظ هذا هو الـ host server 1 لاحظ بعد الساعة والتاريخ بيأتي server 1 اللي هو الـ host أوكي إذن هذا تم تسجيل بهذا التاريخ لهذا السيرفر لهذا الـ host إذن هذا المسيجز هيكون عاد لهذا الـ host على فرض أنه أنت عندك أكثر من user عندك أكثر من server فإذن تعرف أنت أي message عاد لمن طيب في عندك service أو process اللي قام بتشغيلها عرفت كيف يعني خلني نلاحظ هنا مثلاً الألسا أو pulse audio هاي تعريف تعريف صوت الخدمة اللي قام بتشغيلها أو process هذا الآن هو ليست خدمة pulse audio هذا process هذا process يعتبر لكن مثلاً نحن نلاحظ في إشياء مثلاً في processes لاحظ هذا process عرفت كيف في إشياء مثلاً apache service عرفت service يضم أكثر من process في نفس الوقت هذا هو الفرق apache اليوم ممكن يشغل لك المجموعة demons أوكي هذا الشيء احنا شرحناها وضحات الفكرة طيب إذاً في إنت عندك service أو process name اللي هو حيقول لك إنه هذا الشيء activated successfully failed فشل إحنا ممكن تعرف هنا لاحظ stopped في شيء removed اللي هو slice user في عندك session بدأ اللي هو user root دخلنا في user root في عندك host name services بدأت أوكي في الساعة الفلانية اللي هذا الhost إذن هيك شيء ممكن إنه إحنا نستطيع إنه نقرأ المسجز أضف إلى ذلك في عندك محتوى المسج اليوم لما يقول لك هذا db demon هذا process لما اشتغل هذا بيحتوي على المسج طيب شو هو المسج successfully activated service بمعنى إنه تم بنجاح ما عندي أي مشكلة free desktop.hostname1 إذن هذا المسج اللي يحتوي على المحتوي يعني مثل المسج الاعتيادي الموبايل لما يجي لك بتاريخ الشخص اللي قام برسالها الموضوع أو الإيميل ممكن تسميها الموضوع شو كان أوكي آآ طبعا هذا موضوع بشكل عام لما يقول لك ال-dbus demon بس أي من ال-dbus demon يشتغل اللي هو ال-803 بعد ذلك يقول لك محتوى الرسالة حالو طيب في حالات إحنا ممكن نعمل live log file يعني إنه في حالة المونيترينج إحنا اليوم لما نشغل services http أو أي شي كان ممكن أيضا مش فقط إنه إحنا نشوف هذا اليوم هذا تم تنفيذها خلاص صح؟ إحنا ممكن أيضا نقوم بعملية متابعة لل-live services اليوم services شغال حاليا أنا ممكن أتابعها وأصلا أونلاين وبشغال أوكي؟ لو بتجي تعمل configuration بال-service مهم جدا إنه أنت تقدر أيضا تراقبه هو في ال-real time شو الأحداث اللي راح تصير مثلا تفتح لك ترمينالين أوكي؟ عندك سيشنين موجودة في داخلها نفس الوقت بال-session الأول مثلا أنت بتراقب بها log file معين بال-session الثاني ممكن تراقب بها log file آخر أو خدمة أخرى عرفت كيف؟ أيضا تستفاد من هذا ال-command اللي هو tail-f أوكي؟ أضف إلى ذلك أنت لما تريد توقف هذا الشيء تقدر تقوله ctrl-c c c c هيوقف لك المونيترينج عندك شيء آخر طبعا هنأخذ مثال أيضا عليها عندك شيء آخر اللي هو كيف أستخدم ال-logger ال-logger المسجل ال-logger بعض الخدمات يتم كتابة ال-informations داخل ال-log file بتحكمهم هو أوكي؟ يعني أنت عندك خدمات يقوم بتسجيل المسجز والأحداث اللي تدور في داخلها عن طريقة هو بشخصة هو اللي يسجل فيها ال-logger command هذا ال-logger هو command طبعا اللي أنا كتبته تكتب بعدها هذا ال-command بيستخدم أنه أنت تقوم بتفعيل أو تسمح للمستخدم أنه يقوم بكتابة المسجز لل-r-syslog r-syslog هذا الشيء أضفي لذلك أنه يتبع المسج اللي أنت تريد تقوم بكتابتها في داخل هذا السجل اللي هو ال-log ال-logger utility بيعرض لك طريقة أو حل كتابة المسجز بطريقة السكريبت ممكن تعمل السكريبت للمسجز هذا بيسمح لك أنه أنت يكون عندك سكريبت خاص صعفاً يتم كتابتها في syslog إذا حدث الشيء خطأ أو لا سمح الله حصل خلل في داخل السيرفر طيب، لما نجي نستخدم ال-logger مفروض من عندها أيضاً نحدد ال-priority الأسباقية والأفضلية عن طريق من؟ عن طريق أحد الكومندات المشهورة اللي نستخدمها logger-p مثلاً karen.error يكون للمسجز هيك شيء فهذا هيسمح لك أنه أنت تعمل تست لل-r-syslog كخدمة أنه أنت تتحكم اليوم بال-errors اللي يكون عندك طيب، خلونا نأخذ فكرة أو خلونا نأخذ example كيف نستخدمها الآن هو سبع دقائق خلونا نوقف هنا نكمل درس القادم هنا نقول لكم مع السلامة